أهلا بكم من جديد أعلنت السلطات الكندية عن تمكنها من ضبط أكبر كمية من مخدر الأفيون في تاريخها المعاصر بفضل المعلومات التي حصلت عليها من القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات مشيرة إلى أن الكمية الضخمة بلغت طنين ونصف طن من الأفيون بقيمة مادية تجاوزت الخمسين مليون دولار كندي كانت مخبأة في تسع عشر تحاوية شحن بحرية وأكدت القيادة العامة لشرطة دبي أنها ومن خلال عملها تحت مظلة وزارة الداخلية تترجم نهج دولة الإمارات في التعاون الدولي المستمر للتصدي للجريمة في كل مكان